في موضوع دلوقتي يمكن مثار جداً على السوشيال ميديا وإحنا بالتأكيد بنرصد كل كبيرة وصغيرة موجودة حالياً في السوشيال ميديا بخصوص الأحداث الرياضية بشكل عام والأحداث القروية بشكل خاص يمكن منذ قليل كانت فيه مباراة في ختام مباراة دوري الجمهورية بطولة الشباب مواليد 2003 وكانت نقدر نقول هي مباراة فصلة وحاسمة ليه؟ أمبي والأهلي الأهلي كان في الصدارة 62 نقطة وأمبي في المركز الثاني 59 نقطة والمباراة انتهت بفوز أمبي 4-3 دلوقتي الكلام على فكرة أن الفريتين مثلاً متساويين في النقاط ولكن الأهلي بيتفوق بفارق الأهداف وعلى هذا الأساس طبقاً لهذه النتيجة وطبقاً لهذا الموقف من عبد النقاط يعتبر الأهلي بطلاً لدوري الشباب مواليد 2003 ولكن كالعادة من يدير الكورة في مصر سواء مجلس دارة اتحاد الكورة أو حتى قطاعات البراعم والناشئين من خلال مناطق التي تتبع الاتحاد المصري لكورة القدم في جميع الأحوال الهدف من مباراة الناشئين هو تصعيد لعبين للفريل أول وتخزية المنتخبات سواء المنتخب الأول أو منتخب الشباب أو منتخب الناشئين بلاعبين يعني بنتوسن فيهم خير أن يكونوا قوام للمنتخبات خلال الفترة اللي جاي ولكن الإدارة السيئة سواء من اتحاد الكورة أو حتى القطاعات لمباراة الناشئين ولوايح مباراة الناشئين هي اللي بتقودنا لمشهد بيتقرر للمرة التانية الأهل بيحتفل طبقا للأرقام وتبقى النتائج هو بطل الدوري وإنبي بيحتفل في انتظار نتيجة احتجاجه على مباراةه مع المصر التي خسرها بهدفين مقابل لشيء وهذا الاحتجاج حتى الآن لم يصدر فيه قرار وبالتالي هنا لما مباراة هذه بتتلعب المفروض المسؤول عن قطاع الناشئين في الاتحاد أو في المناطق أو بما أن البطولة هي بطولة الجمهورية فلا تغضع لمنطقة القاهرة بتغضع بالتأكيد لاتحاد الكورة كان يجب عليه أن يرسل منشور يحدد الموقف لكل الفريقين أو على الأقل يحدد موقف احتجاج فريق على مباراة سابقة من فترة طويلة ولكن بما أن حتى الآن لم يصدر قرار في مباراة إنبي والمصري تقل لنتائج الأهل حتى الآن هو بطلا لهذه المصابقة نفس الأزمة دي حصلت قبل كده في عهد اللجنة السلسية اللي كان وقتها بيقودها المهندس أحمد مجاهد وأنا فاكر وقتها لغاية اللحظة دي ما تلاقش قرار من اللجنة السلسية واللجنة السلسية مشيت واللي كان بيدير الاتحاد في عهد اللجنة السلسية مشي ويجي مجلس دراء للاتحاد وقعت سنة واثنين وداخل في التالتة وما خدش قرار فيها وبتتقرر نفس المشكلة للمرة التانية وأنا واثق إن مش هيخد قرار فيها هكذا تدار الكرة في مصر احنا في النهاية على فكرة أكيد بنفرح وبنسعد أكيد بانتصارات الأهل ولكن في النهاية النادي الأهل بيهمه في المقام الأول شكل المسابقات شكل المسابقات بهذا الشكل أنت بتعمل أزمة بدون لا شيء يعني أنت كجهة منظمة لما بتدير مسابقات في مراحل الناشئين والشباب وبتحصل أزمة على السوشيال ميديا أو بتحصل أزمة في الإعلام الرياضي لما يطلع بعد المباراة يقول من البطل أنت هنا عايز توصل الناس لإيه؟ بالزبط الأهل الحمد لله حتى في جميع مباراة قطاعات الناشئين بيحقق انتصارات متميزة جدا ومش هروح بعيد بصوا على مباراة مازينبي والأهلي التشكيلة الأساسية في مباراة مازينبي والأهلي رغم عصر الاحتراف الكبير قوي خمسة من الحداشر من قطاعات الناشئين في النادي الأهلي خمسة من الحداشر فقطاعات الناشئين في النادي الأهلي الحمد لله بتطلع لعيبة كويسة وبتحقق نتائج كويسة وموجودة في الثلاثة والألفين وخمسة وفي ألفين وستة وفي ألفين وثمانية موجودين في كل مباراة قطاعات النشي وفي شغل كبير جداً كمان بيحصل في الأكاديميات جهد كبير جداً الكابتن بدر رجب والكابتن وليد سليمان والكابتن محمد شوقي وننزل لك الأكاديمية الكابتن عبد المنعم شط شغل كبير وعمل كبير مع لجنة التخطيط مع مجلس الإدارة مع الكابتن محمود الخطيب ولكن في النهاية الشغل ده كله في شقين شقي إيجابي بيظهر من خلال الفريل أول لما بيلعب سيمي فينال أفريقيا عند خمسة من قطاع النشي ولادي النادي بيلعبوا مع الفريل الأول وشقي تاني العلاقة بالنتائج بس النتائج دي ما بتظهرش بشكل كبير نتيجة الكارسة اللي احنا شايفينها في اللوايح النتائج اللي احنا شايفينها انه ما فيش قرارات بتصدر عاقب شكوة أي نادي على شكوة على أي مباراة لكن في النهاية بنرفع القبعة لقطاع النشي في النادي الأهلي في الـ 2003 بينافس ويبقى النادي الأهلي هو النادي الشعبي الوحيد اللي لسه بينافس على جميع الأصعيدة سواء في قطاعات النشيين أو حتى في الفريل الأول دخل تزد دخل بيراميدز دخل فيوتشر دخل مودرن فيوتشر لسه فيه أسماء فرق تانية بتطلع ولكن تبص على قطاعات النشيين والفريل الأول لسه النادي الأهلي بيحافظ على مكانته النادي الشعبي الأول في مصر فيه أندية شعبية بتعاني في الدوري فيه أندى شعبية بتعاني في قطاعات الناشئين ممكن تلاقي مثلا الزمالك في المركز الـ 12 وفي الـ 13 وفي الـ 6 مش موجود على الخريطة في قطاعات الناشئين ولكن أنا بشكر بالتأكيد قطاعات الناشئين أنه دايما في كل مرحلة سنية بيخلي النادي الأهل دايما في صراع ومنافسة يأما مع امبي يأما مع زد يأما مع فيوتشر يأما مع بيراميدز هو دايما كده النادي الأهل متواجد الحمد لله بشكل جيد سواء في قطاعات الناشئين أو حتى الفريق الأول عموما نهاردة الحد على يوم الثلاثة إن شاء الله الكابتن أسامة حسنة يكون عنده حلقة تعارفين برنامج الأشبال متخصص في هذا الجزء كل التفاصيل وكل الموضوعات وعلى ما يصدر قرار أو على ما نشوف الموضوع تعارفين ما بتاخدش يوم ولا اتنين ممكن يومين ثلاثة فعلى يوم الثلاثة كل التفاصيل وكل الكاوليس هتسمعوها بالتأكيد مع الكابتن أسامة حسنة